اهلا بحضراتكم من جديد قديما قالوا اذا اختلفا للصان زهرت المسروقات لما الحرام يتخلق مع بعض بتظهر المسروقات قديما قالوا كده ده مثل معروف ما كانش فيه فرصة لمعرفة حقيقة التنظيم اللي بيدعي انه تنظيم رباني ناس طيبة بكشوف عنها اللحاف تنظيم مرجعيته اسلامية بل تجاوزوا ذلك بأن ادعوا ان هم اصحاب الفهم الشامل الكامل للإسلام الا مراقبة سلوكهم وتصرفاتهم مع بعض لما نقسموا الفرقتين فرقة مونير وحسين الاختين الحلوين كان عندي فرصة التواجد بالصدفة داخل بعض جرباتهم لمراقبة الوضع ومقارنة سلوكياتهم اثناء خنايتهم مع بعض مع سلوكيات حصلت حقيقة على مدار التاريخ ومنها سلوكيات حصلت خلافات حصلت مع جامعات ايدولوجية مماثلة بمعنى الاختلاف وارد لكن حقيقة اخلاقك حقيقة قيمك حقيقة ما تدعي من مبادئ حقيقة معدنك لا تظهر الا اثناء الخلاف بتبان ميت الناس وقت الخنايات ووصلت ان هما بينهم وبين بعض بينهم وبين بعض مارسوا ضد بعض ممارسات اشبه بمحاكم التفتيش او الله بتاعت اسبانيا ايزابيلا وفردناند طب هل انا اللي بدا عليهم كده مثلا انا الجاي يحبط وقولك ان هما مارسوا ضد بعض محاكم التفتيش بتبلغ عليهم مثلا بمالغ اوفر انا لا طبعا ده وصف بعضهم لبعض ممارساتهم هما اللي وصفوا ده ضد بعض في الجروبات فاذا كانوا هما اللي بقولوا عن نفسهم كده فازاي كده باللوجيك اي مصري يسق فيهم في المستقبل اذا كنتوا مارستوا معاكم التفتيش على بعض وقلت ده في جروباتكم وزاي ما هو واضح من كلام ادمن احد الجروبات اللي اشتهرت بعد الخلاف هيطلحها الاستاذ وليد على الشاشة ويقول بيقول ده الادمن كاتب هل الاستاذ ابراهيم واخوانه المبايعون او اللي معه ايا كان الوصف حارصون على توجيه الاخوان في تركيا في اتجاه واحد وفقا لرؤيتهم نعتقد ان الاجابة نعم والدليل واضح حرصهم على الاجتماع بالاخوة والاخوات وعرض الاحداث من طرف واحد يعني هو الادمن بيشتكي ان جامعة مونير عملين يجتمعوا مع الاخوة والاخوات عشان يوجيهوا الاحداث من طرف واحد والرسالة اللي كتبها المكتب وعممها وانتشرت على الجربات واللي اشتهرت بمحاكم التفتيش اوبس محاكم التفتيش والتي يطالبون فيها من مجالس الشعب اتخاذ اجراءات تبدأ من الرصد تخيلوا الرسالة اللي بعتوها لقادة للشعب يتخذوا اجراءات ضد بعض فيبالك بالا وتحكموا فيه نحن تبدأ من ايه من الرصد ابدأ رائب الاخوان اللي مع مجموعة حسين وحتى التحقيق والعزل خلي بالكوا احنا بنتكلم في مشكلة رأي خلاف من مجموعتين هو خلاف الرأي تمام فقرروا استخدام ممارسات هم الاخوان بنفسهم اللي بيوصفوها بمحاكم التفتيش بتاعت ايزابيل وفردناند في عزبانيا زمان واتخذوا اجراءات كده توجيه ابدأ بالرصد ارصد حد كتب على السوشيال ميديا ثم تحقيق وعزل والعزل ده او الفصل لمن يخالفهم الرأي يا سلام يعني الاخوان او مجموعة في الاخوان والمجموعتين عملوا نفس الكلام على فكرة يفصلوا اللي يخالفهم الرأي ومال طول النهار يطلعوا يتكلموا عن حرية الرأي والرأي الاخر الرأي الشفافية الحرية الصحفيين وانتو بتفصلوا ناس عشان حرية الرأي وبمحاكم تفتيش او لمن يتحدث برأيه مع اخوانه يا سلام يا سلام ما احلى هذا الجروب يعني هنفترض ان اخواني يا استاذ وليد ما كتبش عالسوشيال خايف يتفصل ويتفصل دي يا جماعة يعني بيتحارم من امتيازاته ومن فلوسه ومن حركات يعني يتفصل دي خصوصا في الغربة كان بيتبادل ناس تترمي في التلج في عز التلج ما ونازل في الشارع